السلام عليكم مورودي ومرحبا بكم معي في وصفة اليوم اليوم ان شاء الله سنوجد حريشة صغارة يمكنكم ان شاء الله بإذن الله توجدهم الصبيحة فطور يوم العيد بالنسبة لمكونات هذه الوصفة الثانية بزاف سنوجدهم مكونات متواجدة عندنا في البيت وبدون بيض بسم الله على بركة الله المقادير في المقادير عندي نصف لتر من الحليب لا إلهي الله محمد رسول الله وفي مسميات الدول العربية يسميه لبن يعني عندي نصف لتر من الحليب بارد وباللغة تعد دول العربية الأخرى نصف لتر من اللبن عندي كأس سكر سنيدة أي كأس سكر حبيبات وعندي كأس من زيت نباتية وعندي قبصة من الملح وعندي 500 جرام ديال السميدة الرقيقة سميدات الحلويات 500 جرام وعندي جوش خنيشة ديال الخميرة ما يعادل 16 جرام من البيكن باودر من بعد الدبا ما قدمت لكم المقادير أنا الطريقة اللي كنستعمل صراحة كنخلط كل شي يعني السميدة والخميرة والزيت وسكر سنيدة كنضيفهم في واحد في واحد الطاصة كيف ما كنتشوفوا معايا كنضيف عليهم نصر لتر ديال الحليب أو من بعد كنجمعهم بواحد طرر بيدا كيف ما كنتشوفوا معايا مع بعضياتهم جيدا وهل الخالط ديال الحرشة صبحوا وجد عندي بالنسبة لطريقة اللي يستعمل كنحتاج جوج فورنوات كنشعلهم يكونوا على عافية مهيلة وكنحتاج جوج مقيلة صغار كناخد المقلة الأولى كنديرها كتسخن ومن بعد كندهنها بالزبدة مني كندهنها بالزبدة كنهز باحد المغرفة كتكون صغيرة يعني مغرف عينكم ميزانكم على القياس اللي بغيتون توما مغرفة كتكون صغيرة ديال الخالط كنضيفو على المقلة الأولى ومن بعد كنحتفق كنحتفق البوطن وكننخليها ما بين 4 دقيقتها الخمسة دقيقتها نحس بيها يعني التحمرات وكتبلكو من جنب بأنها التحمرات كنشد المقلة أخرى كنديرها تتسخن وكندهن تاني بالزبدة ومن بعد كنقلب فيها كيف ما تشوفوا معايا كيف ما غادي ندير كنقلب هذه الحريشة الأولى كنقلبها في المقلة الثانية هكذا كيف ما كتشوفوا معايا في الصور يعني طريقة بسيطة وصراحة كيجي عندهم نفس الحجم ونفس القد كيجوا رائعين كندهن تاني المقيلة وعاود تاني كنعود نفس العملية كنبقاه غادي على هذا المينوان حتى كنكمل الكمية اللي عندي الكمية اللي كتخرج لي كيف ما قلت لكم نشر حبة صراحة كتخرج هذه الكمية مضبوطة نشر حريشة صغيرة كتخرج كتكون في نفس الحجم ونفس القد وصراحة كتكون شيشة كتكون جيدة بزاف اللي ضاقى عندي صراحة كتعجبوا هذه الوصفة دياليومة طبعا كنبقى غاديا كيف ما سبق لي وقلت لكم على هدي الشكل حتى كنكمل الحريشة اللي عندي ومن بعد كن يقليها وشكل من بعد ما كتطيب صراحة كتكون زبينة زبينة كنت منكم تجربوها ما ديش ندمو عليها وخلاص مني كنكمل كل شي كنقدموها مع الحاجة اللي حبينا اما زبدة اما العسل انا كن ناكلها ملعسل ويمكن لكم تستعنو تاكلوها غير بوحدة كجيل ديدة يوادي يا وصفة اليوم كانت منتنا لإعجابكم وتجربوها وتشاركوها مع أصدقائكم باش كده تعمل فائدة أكتر واحد ملاحظة أخرى يلا ما كانوش عندكم جوج مقيلات في نفس القد يمكن تقدوها غير في مقلة صغيرة ومني تبي تقلبوها باش تطيب في الجهة الثانية تقلبوها على شي مقلة وخا ما تكونش قدة وخا تكون غير موين شوية لمية مراهية الحجم دياله خداته في المقلة الأولى يوادي وش شكل ميائي كانت منتنا لإعجابكم أنا قدمتم مع شوية اللاسل كانت منتنا لإعجابكم وتجربوهم مسبقا على جميع المسلمين يا ربي دخل عليكم هذه العيد بالصحة والسلامة إن شاء الله وبسلام عليكم إلى حلقة مقبلة إن شاء الله بإبن الله